دعت حكومة الوفاق الليبيا رسميا مجلس الأمن الدولي بشأن ثلاثة انتهاكات لميليشيات حفتر غرب مدينة سرد وأبلغ طاهر السني سفير ومندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة وبناء على تعليمات من حكومة الوفاق عن سلسلة انتهاكات لقوات حفتر تتناقض مع اتفاق وقف اطلاق النار آخرها اطلاق صواريخ جراد ودعت حكومة الوفاق مجلس الأمن الى اتخاذ اجراءات حاسمة ضد ما اسمته بالأعمال غير المسؤولة التي يقوم بها حفتر مؤكدة انها تحتفظ بحق الرد على هذه الانتهاكات وكانت قوات حكومة الوفاق قد رصدت حركات لرتل مسلح مؤلف من ثمانين آلية عسكرية تابعة لقوات حفتر متجهة نحو مدينة سيرت في حين دعت المؤسسة الوطنية للنفط الى انهاء عسكرة المنشآت النفطية وتتزامن هذه التطورات مع اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في مدينة ترهونة جنوب غرب ترابلس الخيار العسكري لا يزال المفضل لبعض الاطراف الليبية سبيلا لحل الازمة رتل مسلح مؤلف من ثمانين آلية عسكرية تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تتجه من مدينة الجفرة نحو وادي اللوت قرب سيرت هذا ما اعلنه الناتق باسم قوات الوفاق محمد قنونو الناتق اكد ان تحركات الرتل تزامنت مع تحشيدات عسكرية وصفها بالمريبة لقوات حفتر لافتا الى ان تعليمات صدرت للقوات الحكومية بالتأهب وانتظار اوامر القيادة خيار احد تداعياته عسكرة المنشآت النفطية المؤسسة الوطنية للنفط حذرت من تداعيات هذه العسكرة وذلك عقب اعلانها وجود بارجة عسكرية في ميناء رأس لانوف النفطي منذ ايام داعية الى الاخلاء الفوري للمنشآت التابعة لها من كافة المظاهر العسكرية وذلك حفظا لامن العاملين فيها وسلامة بنيتها التحتية الخيار العسكري تتجلى ضحاياه في ترهونة انها مدينة المقابر الجماعية مقبرة جديدة اكتشفت في مقر الدعم والامن المركزي بالمدينة اكثر من 250 جثة احصتها هيئة البحث والتعرف على المفقودين في ليبيا في مدينة ترهونة ومناطق جنوب طرابلس منذ الخامس من يونيو العدد مرشح للارتفاع مع بدء انتشال الجثث من المقبرة الجديدة تداعيات مؤلمة ومكلفة للاصرار على اعلاء صوت السلاح على صوت العقل ولعل الهدف من هذا التصعيد في الوقت الراهن هو رغبة امراء الحرب في نسف مفاوضات السلام الجارية في بوزنيقة المغربية معنا من طرابلوس عبدالقادر حوالي عضو المجلس الاعلى للدولة سيد عبدالقادر ماذا يفيد توجه حكومة الوفاق لمجلس الامن بشأن انتهاكات قوات حفتر في سرط وهل هذا سيضمن المحاسبة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الرحب بمشاهدي قناة العربي طبعا الحقيقة ان تأتي متأخرا خيرا من ان لا تأتي الحقيقة حكومة الوفاق الوطني تأخرت كثيرا في هذه الاجراءات القانونية المترتبة على العدوان على العاصمة كان من المفترض منذ البداية التوجه بهذا الطلب لمجلس الامن الدولي ايضا كان من المفترض ان تقوم حكومة الوفاق الوطني برفع الحالة الليبية الى محكمة العدل الدولية لكي تحاسب الدول التي تدعم هذا المتمرد مخالفتها قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن بالخصوص التي ترفض وتوصي ان حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية وهي التي يجب مساعدتها على بط سيارة على كل الاراضي الليبية ولكن للأسف تأخرت كثيرا والحمد لله جاءت هذه المرة ربما هذا مؤشر خطير ان الايام القادمة ربما يعطي رأي القائد الاعلق والمسلحة لغرفة عمليات تحرير الجفر والسلب برأ في العملية العسكرية وهذا يعني يعتبر مبرر لحكومة الوفاق الوطني انها تقدمت لمجلس الامن الدولي ومجلس الامن الدولي لم يتخذ اي اجراء ضد هذا المتمرد اذا الرد من جانب هو حكومة الوفاق نعم اذا الرد من جانب حكومة الوفاق اذا لم تفعل او يفعل مجلس الامن شيئا هو القيام بعملية عسكرية لردع ميليشيات حفتر وبالتالي هل يمكن القول ان حكومة الوفاق قادرة على حماية المدنيين في سرط وترهونة ترهونة لن يكون هناك فيها قتال الان القتال يكون في ضواحي سرط وجنوب السرط اغلب القتال سيكون في الصحراء لان القوات اصبحت منتشرة في الصحراء سرط ليست مدينة كبيرة كطرابلس وترهونة لا اعتقد ان تكون هناك ضحايا كبيرة في هذا الجانب في جانب المدنيين الا اذا قوات المتمرد استخدمت المدنيين كدروع بشرية لمحاولة صد قوات حكومة الوفاق ومنعها من التقدم نحو مدينة السرط بالحديث عن ترهونة سيد عبدالقادر واكتشاف مقبرة جماعية جديدة في هذه المنطقة رغم سيطرت قوات حكومة الوفاق عليها اسئلة كثيرة حول مدى امكانية الكشف عن مزيد من هذه المقابر وعن هوية هذه الجسس هذا هو ما تطلبه حكومة الوفاق الوطني هو الدعم من المجتمع الدولي في هذا الجانب في جانب تقصي الحقائق في جانب التحقيق في جانب البحث عن الهوية الاختبارات الدييني هذه الاشياء ما تحتاجها حكومة الوفاق في الوقت الحاضر الحقيقة الكشف على الاسام لان الاماكن ترهونة معروفة منطقة زراعية ربما هناك مقابر اخرى في اماكن اخرى غير معروفة حتى هذه تحتاج حكومة الوفاق المساعدة في هذا الجانب وهذا دليل ومؤشر خطير على ان هناك ارتكبة جرائم حرب خلال استيلاء قوات المتمرد على مدينة الترهونة وهذا يجب ان تدفع به حكومة الوفاق الوطني بان تدعو محكمة الجانب الدولية لان القضاء الليبي حتى هذه اللحظة ليس لديه القدرة على القبض على هذا المتمرد فتحتاج الى مساعدة المجتمع الدولي لقبض على المجرمين الذين تسببوا في هذه الكوارث الانسانية وكذلك ايضا في عملية زرع القنابل العنقودية والقنابل ضد الافراد في المساكن للأسف يعني عند اصبحت الضحايا حتى هذا اليوم هناك ضحية في جنوب طرابلس بسبب انفجار لغم أرضي في المنزل أثناء محاولة صيانة الأسرة لمنزلهم يعني هذه الأشياء تحدث تكرارا فحكومة الوفاق الوطني اعتبرها تأخرت في تقديم ملف بهذا شكرا جزيلا لك سيد عبدالقادر حوالي عضو المجلس